من المعروف أن تطبيق تويتر يعطيك ميزة الدخول بأكثر من جهاز واستخدامه في نفس الوقت فكيف تعرف الأجهزة اللي تم تسيل الدخول بحسابك فيها؟ الطريقة جدا سهلة وبسيطة بتدخل على الإعدادات والخصوصية من إعدادات تويتر بعدها حتختار أول خيار اللي هو الحساب بعدها حتختار خيار التطبيقات والجلسات حيظهر معاك في البداية التطبيقات اللي أنت منحتها صلاحية التحكم بحسابك بتويتر زي اللي تعطيك تغريدات آلية أو حذف التغريدات وإلى آخره التطبيق اللي ما عجبك أو ناسي تقدر تعطيه إلغاء الوصول أما بالنسبة للأجهزة بتنزل إلى الأسفل إلى ما تحصل عندك الأجهزة الجهاز اللي أنت حاسس النمو لك أو تم بيعه أو إلى آخره تقدر تدخل عليه وبعدها تعطيه تسييل الخروج من الجهاز الموضح